اهلا بيكو احنا هنتكلم لاتي مع بعض نتكلم في اه الكورس بتاعنا اه في اول محاضرة وهي مقدمة اه عن اه الكونتينت كرياشن اه هنتكلم في المحاضرة دي الاول عن او في الفيديو ده هنتكلم بسرعة عن اه الكورس بسرعة تاني اه وبعدين هنتكلم على اللايسنسينج وازاي تحصل على من خلال اصحابها اه او اه من خلال ان انت تطلبها منهم او ان انت تلاقيها على الانترنت ويكون الموضوع بشكل اه مظبوط ومحدش اه يتهمك بان انت بتسرع بتاعت حد او بتستخدم حاجة اه من غير حقها. اه الكورس بتاعنا اه لازم يخلينا نفتكر دايما ان بيغير العالم. والحقيقة دي انا مستخدمها اه جس عشان افكرك ان اللي انت بتعمله اه في ان انت تجهز ماتيريال او ان انت اه تدرس بشكل عام او تدرب الناس بشكل عام دي حاجة اه بتفيد ناس كتير وبتخلق اه تغيير حقيقي في اه العالم وفي المجتمع اللي انت عايش فيه. الكورس بتاعنا هتكلم على تلات محاور رئيسية اولهم ان ان انت تتعرف على اه مصادر الحاجات اللي موجودة عندك ممكن تستخدمها بصورة في الماتيريال بتاعتك. اه وبعدين برضو هنتكلم على اه ازاي نستخدم التولز اللي موجودة سويا الانلاين او اللي على الكمبيوتر. الحاجات اللي هنتكلم عليها الكمبيوتر سريع جدا مش هندخل في تفاصيلها. اه في كورسوس تانية كتيرة بتتكلم عنها. لكن هنراكز اكتر على اه الوسائل اللي موجودة على الانترنت وتقدر تستخدمها في ان انت تخلق الماتيريال بتاعتك. اه واخيرا هنتكلم عن اه بتاع اه بتاع اه بتاعك او اه المحاضرات بتاعتك. والحقيقة برضو علشان يعني ما تطلقباتش معايا موضوع هو اللي هنبتدي فيه الاول. اه وان كنت انا كتبه في الاخر. لكن اه يعني الكتابة للصورة العامة. لكن التقديم علشان لما تعرف الاول تبتدي واحنا نشغالين في المحاضرة او في الكورس. اه تتعرف على اه الامكانيات دي وتستخدمها واحدة مع واحدة. اه من خلال عملية اللي هنتكلم عنها اه بعدين. اه تاني بفكرك ان اه الكورس ده لازم انت تعمل كل حاجة بنفسك. اه انا كل اللي هقدر عمله من خلال الكورس بتاعنا هو ان انا اقدم لك بعض التولز اللي لو انت ما جربتش تستخدمها بنفسك بعد كده. اه الحقيقة اه هتبقى الوقت اللي عدت فيه معانا هنا وقضيته في ان انت تسمع الكورس ده. اه وقت اه للاسف مش هيبقى اه مفيد اه او. اه اه انا اسف. اه اه اولا ان هنتكلم على اه الكنتنت اه لايسنسنج. وموضوع اللايسنسنج ده موضوع اه الناس كتير متتكلم فيه دلوقتي. من باب ان اه حكاية اه الملكيات الفكرية انتشرت اه كفكرة ان كل واحد من حقه يحافظ على الحاجة اللي انتاجها من خلال اه مخه. مش بس الحاجات اللي انتاجها بشكل فيزيكل وملموس. اه واحنا مش عايزين نخالف القوانين ولا نخالف الاعراف العامة اللي موجودة في المجتمع سواء المجتمع المحلي او اه مجتمع الانترنت اللي احنا عايزين ندخل فيه من خلال اه الانلاين اه كونتنت اه كريش. فاول حاجة هنتعرف عليها انك لما تلاقي اه في ماتيريال كتيرة بتقابلها في حياتك مكتوب عليها او يقول لك وفي الحالتين ده معناه ان انت مش من حقك تستخدم الماتيريال دي الا بازن صاحبها. اه الحقيقة بازن صاحبها ده موضوع مش صعب زي ما انت متخيل. اه ومن تجاربي الكتيرة قبل كده في ان انا اطلب ماتيريال اه حد غير يعملها. وهو برض ما بابعت لناس اه اغلبهم الحقيقة بيبعتلي الماتيريال اللي انا عاوزها على طول او يصرح لي ان انا استخدم الماتيريال بتاعته اه مباشرة. في حالة ما بعتها لك وقال لك استخدمها او اه هي موجودة على الانترنت وهو صرح لك انك تستخدمها. كده انت معاك ما يثبت ان انت مش بتسرق الماتيريال دي ولا ان انت بتستخدمها بغير حق. استخدمها على طول. اه وده بنعمله اه كتير في اه شغلنا. لكن الحقيقة اه اه بعض الماتيريال اه وده برضو حجمها مش قليل والمحتوى بتاعها اه كتير ما بيبقى فيه قيمة عالية بيبقى صاحبها اه عايز يباعها ويستفيد ماديا من وراها. اه الكورس بتاعنا ده مسلا الكورس ده انت ممكن تكون اه دافع فيه اه فلوس وعايز تستفيد من الكورس فانا بستفيد من وراك او اه عشان كده بنقدر اه نقدم كورس تاني. لكن مع ذلك اه اه الماتيريال دي اه بعض الناس بتحب اه بتبقى عرضها للبيع. يبقى فيديو زي ده او اه سلايدز او كتاب او 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 اه انت عايز تستخدمها وانا ما عنديش منع انك تستخدمها من خلال ان انت اه تدفع تمن استخدمها. اه وده برضو موجود ومش صعب انك توصل له. واسعار حاجات كتير بتبقى اه مش غالية. وخصوصا الجرافيكس سواء صور او فيديوهات اللي هتلاقيها على الانترنت غالبا ما هتلاقيها اه سهل الحصول عليها واسعارها اه مش عالية. لكن الحقيقة انا يهمني بقى من ده اه ما يسمى بالكرياتيف كومنز لايسنس او السي سي لايسنس. حقيقة كرياتيف كومنز لايسنس دي لايسنس موجودة بقالها فترة مش قصيرة. اه وناس كتير بتستخدمها. اه من خلال انه هو يعمل ويحطها على الانترنت واي حد يلاقيها يقدر يستخدمها على طول من غير ما يرجع له. اه احنا مسلا في الاكاديمي اه كل الماثير بتاعتنا اللي موجودة انت من حقك تستخدمها من غير ما ترجع لنا. اه خدها على طول وخد منها اللي انت عاوزه واستخدمها في الكورس بتاعتك. لو حسيت انها مفيدة سواء فيديوز جرافيكس او اه اه سلايدز او حتى الحاجات المكتوبة اه من خلال اه ماذا قالت لازم تعرف ان لها درجات. احنا مش هنكلم عن تفاصيلها كلها لكن احب اعرفك باااا بعض الدرجات الاولانية. اول درجة في هو ان هو مفتوحة خد اللي انت عاوزه واعمل بيها اللي انت عاوزه من غير اي نادرة ما بلاقي حاجات كده اغلب بيبقى موجود عليها. اه دي معناها ايه معناها ان انت من حقك تستخدم بس اه اقول انت اخدتها من عند مين. لو قلت انت اخدتها من عند مين تبقى انت كده حققت المطلوب بتاعها. وغالبا حتى لو مش مكتوبة عليها اه اه انك اه تكتب اسم صاحبها اه احنا بنعمل كده من باب الامانة العلمية انك لما تبقى واخد باتيلة من عند حد سواء صورة او اه او فيديو بتقول والله انا اخده من اه من فلان فلاني ودي الكنتاكت بتاعه او اه الواب سايت اللي انت اخد منه او الشركة اللي انت اه واخد منها الحاجة او حطها اه ان كرياتيف كومنز والحيان لو دورت على الحاجات كرياتيف كومنز هتليها كتيرة جدا وممكن تعمل بيها تقريبا اي كورس او اي لكتشر انت عايز استعملها اه سوري عايز استعملها اه بس باستخدام الماتيريال دي اه في بقى اه اه ريستريكشنز تانية ممكن تتحط على الكرياتيف كومنز لايزنز انا مش هدخل في التفاصيلها هنا تفاصيلها موجودة على الانترنت وانا حطت لكم اه جزء من الماتيريال بتاعة الانتروداكشن حطت فيديو عن الكرياتيف كومنز وحطت كمان لينك لارتيكل عن الكرياتيف كومنز موجودة على اه ويكيبيديا فاحنا في اه محاضرتنا دي اه السريعة دي كلمنا عن اللايسنسنج والماتيريال تقدر تستخدمها ازاي من حيث الحاجات الكابي رايتد او الحاجات الكرياتيف كومنز وان شاء الله اه في المحاضرة الجاية اه اه هنبتدي ندخل في ان احنا هنتكلم عن اه الكونتينت كوريشن اه وزي ما هنشوف الكونتينت كوريشن اه سوري الكونتينت كوريشن ده عبارة عن ان انت هتخلق اه ماتيريال من ماتيريال تانية عن طريق انك تجمعها في مكان واحد اه ودي البداية بتاعتنا اه فارجوا ان انتوا تتابعوا معنا الكورس وتبقوا ان شاء الله تستخدموا كل اه الامكانيات اللي هنقول عليها علشان زي ما قلنا في الاول هي دي الطريقة اللي هتتدرب بيها واللي هتفعلا هتتعلم منها فنشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله